طيب مين الشخص اللي يلجأ لعملية الدعامة؟ يعني برضو الناس إلى حد ما بتبقى متخوفة من كلمة عملية يعني الكلمة الواحدة من غير أي حاجة خالص بتقلق فمين الشخص اللي هو يبقى عرف أنه لازم يتوجه لطبيب متخصص لإجراء عملية الدعامة؟ كل من يعاني من ضعف جنسي لابد أن يتوجه للطبيب المختص لأن الطبيب المختص بيقيم حالته وبيطلب له من الأشعات والتحاليل لتساعده على التشخيص والوصول إلى الخط لعلاج السليم لكن اللي نقول عليه هو للدعامة فقط كل الأشخاص بلا استثناء تجرى لهم عملية الدعامة يعني مريض القلب يعمل دعامة عادي بمشاكل المريض اللي عنده السكر يعمل دعامة في مشاكل مريض ضغط أي مرض مصاحب للضعف الجنسي ليس عائقا أنها تجرى الدعامة لهذا الشخص حتى السن في كتير من الناس يقول لك لا أنا سني كبر وأنا عدت التمانين لا بنعملها فوق التمانين سنة والسن الصغير كمان وفوق وتحت العشرين يعني العمار متفوتة من تحت العشرين لما فوق التمانين لأن لا يوجد مانع أو حاجة تمنعنا أن نجري العملية لعمر المريض سواء كبير في السن أو أصغر أو في سن الشام يعني معنا كنا محمد لك دكتور أنه لا عائق تماما على الإطلاق من أنه أي شخص يحس أنه محتاج أو الطبيب المختص يقوله أنت محتاج دعامة أنه يجري العملية لا يوجد أي عائق ولا يوجد أي مرض يمنعه نهائفا هي بس الحاجة الوحيدة التي تجعلنا أن نأخذ رأي الناس هو المريض الذي عامل دعامة في القلب ولسه عاملها حديثا وماشية على أدوية سيولة فنطلب طبعا نقوله يستشير طبيب القلب إمتى يقدر يوقف ده السيولة لمدة أسبوع أو أسبوعين قبل إجراء الدعامة فهنا يدينا الدول الأخضر بس ونحن خلاص لا نعنى أي موانا مؤقتة وليست حاجة دائما